سيدي الأخوان لما تحدثوا بهموم يومية في محاولة حل مشاكل الآنية حقيقة والآنية عم تتحول إلى مشاكل دائمة وحضرتك حكيت أنه هذه مشكلة تصميم أنا أعتقد أنه هي مشكلة تخطيط حضري تتحمل مسئليتها الجهة القائمة على إدارة المدينة الجهة القائمة على إدارة المدينة هي حقيقة كانت بلدية عمان ومن ثم أمانة العاصمة ومن ثم أمانة عمان الكبرى نشأة عمان كلنا منعرفها إنها بلشت من وسط البلد ومشت باتجاه شعاعي على الجبال ومن ثم باتجاه للغرب وبكل الاتجاهات وأصبحت كتلة حضرية اتصلت مع الرصيفة مع الزرقة ومع الصويلح والآن تتصل مع الصلط هذه الكتلة الحضرية اللي بتحتوي حوالي 60% إلى 70% من سكان المملكة موجود منها في حدود أمانة عمان الكبرى الغالبية العظمى يعني منحكي قاعدين حوالي 50% من السكان موجودين الآن حقيقة إنه المشكلة أنا باتفق مع اللي حكيها المهندس أحمد وهو صفحة بالتشبع هي كلمة دبلوماسية أنا بستخدم كلمة عمان كربجت عمان لن تستطيع في خلال سنوات قليلة إن السيارات تمشي فيها هذا إليه أثر كبير جداً بسمعني إيش المصطلح كربجت كربجت عمان آه كربجت عمان ستكربج هذا المصطلح الشعبي اللي الناس كله حقيقة يعني بتفهمه اللي يتحمل مسؤولية هذا الكلام صحيح إنه كمان تعريف المهندس أحمد جداً دقيق لما تحدث عن الازدحام هو عبارة عن الكثافة المرورية ضمن السعة السعة من عمل سعة الشوارع اللي عمل سعة الشوارع هي طوبغرافية عمان الصعبة في المناطق القديمة خليني نحكي وسط البلد والجبال اللي ما استطاعوا إنهم يعرضوا الشوارع وما كان أصلاً في رؤية عند أحد من الناس إنه عمان سيتصل خلال مدة بسيطة إلى هذا العدد من السكان هلأ الاستمرار بالطريقة الشعاعية بكل الاتجاهات وضم المناطق وعمل أمانة عمان الكبرى هي عبارة عن جريمة جريمة تخطيطية ارتكبتها الإدارات المتعاقبة على أمانة عمان وهي ليست إدارات ذات اختصاص حقيقة هذه الإدارات ومناء عمان الأجوة اللي تتالوا عليها ليسوا ذوي اختصاص وكانوا يشتغلوا بالفزعة والآن إحنا أمام مصيبة إحنا أمام طرق ضيقة حتى اللي يتحدث عنه المهندس محمد قبل شوي السبب الأزمة اللي حكيت عليها أنت على طريق المطار حتى التقاطع الجديد اللي تم افتتاحه على مرج الحمام اللي بتطل عليه واللي زاره واللي شافه عبارة عن تولينز مسربين كل واحد منهم ثلاثة متر إذا تعطلت سيارة وسياراتنا قديمة حقا معظم الناس سياراتها قديمة تعطلت هناك كربجة عمان مرة أخرى حتى إدارة التصميم فيما كان هي كانت حقيقة قاسرة والآن الذي يمارس حقيقة ما في بعد إنه هذه المدينة اللي وضعوا لها وضعوا لها إشي اسمه مخطط عمان الشمولي تحت عنوان نمو المدينة الكبرى الميتروبوليس الآن وإحنا منتحدث هذا مش كان مشروع من 2007 تم الاتفاق وشغال الآن الآن النزيف شغال والنزيف هذه السياسة لم توقف العمل الفوري اللي يجب أنه فعلا يتأخذ الآن الآن قرار بكرة الصبح يعني أنه وقف العمل بمخطط عمان الشمولي هذا رقم واحد رقم اثنين اللي هو التكثيف على المحاول ترجمة نانسي قنقر